الرسل أمريكي باراك أوباما أصدر أوامره لاقتناص بن لادن بعد جمع معلومات استخباراتية وافية تهداف مجمع في ضحية أبوت أباد في مشارف إسلام أباد العملية نفذتها عناصر القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية سيلز شاركت فيها أربع مروحيات عسكرية واستغرقت أربعين دقيقة المروحيات انطلقت من قاعدة جوية باكستانية شمالي البلاد شاركت في العملية على المجمع الذي كان بن لادن يختبئ فيه في حي بلال في بلدة أبوت أباد التي تبعد ثمانين كيلو مترا عن العاصمة الباكستانية إسلام أباد تحت جاز النسوة والأطفال الذين كانوا في قصر بن لادن ثم نشبت اشتباكات أدت إلى مقتل أثام بن لادن بطلقات نارية بعد أن قاوم القوة المسلحة قبل مقتله وإلى جانب بن لادن تم قتل ثلاثة رجال يعتقد أن أحدهم نجل بن لادن في خضم عملية الإخلاء تعرضت إحدى المروحيات إلى خلل تقني فقامت القوة المهاجمة بالتفجير المروحية في المكان وتم الإخلاء بثلاث مروحيات كانت قرب المكان القوة الأمريكية اعتقلت إثنين من زوجات بن لادن وأربعة من أبنائه واحتفظت بجثته الموجودة الآن في واشنطن رمز في العربية